سيد إبراهيم كبوش وهو نشط سياسي أهلا بك أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً على استيضافة في هذا الوقت بالضبط الحساسة على تكميلة اللجنة الوساطة للعمل اللي خرجت باش تقوم بيه سيد إبراهيم كبوش إذن اجتمعتم أيضاً أنتم مع هيئة الوساطة والحوار نقشتم بعض النقاط هل لك أنتوا فصل فيها؟ يعني رحنا للجنة الحوار وتقابلنا وتحاورنا يعني لقينا عذان ساغية ولقينا بأن الحد الأنش الحوار ما عندهاش أرضية واجدة اللي قاعدة تخدم عليه وهذا ما تم تصريح باني صراحة بها المنسبة أرضية اللي تخدم عليه هي أرضية عبارة عن مجموعة من المبادرات نخصصها المبادرات اللي ما كانتش بعض العضال اللي فاها عنصر من عناصر فساد يعني سابق يعني كان تابع للنظام السابق وبالإضافة إلى استدعاء يعني الشباب الشباب اللي استدعوه وشباب استدعية لتمثيل فكره إحنا في 22 فيفري اليومين هذا كين شباب قاعدين يونشتو كين شباب قاعدين يتصطوا بخباراء كين شباب قاعدين يداروا لجنة خباراء يعني في الاقتصاد في الاجتماع لأن الحراك ما هوش فقط الحراك أن نخرجوا كل جمعة للمسيرة وتظاهرات لا الحراك يجب أن نرتقي أعلى بكثير إلى مستوى نحضر لأن الجزائر اليوم جزائر تعتبر قوة في الدول العربية لذلك نحن الحوار لا بد من الحوار أكيد إذن سيد دواجي أنتم أيضا أول أمس اجتمعتم مع أعضاء لجنة الحوار والوساطة هل لكم أن تطلعون على مجرأ أهم نقاط التي تم التطرق إليها؟ أولا تحية عطيرة شكرا نقص الدعوة ومباشرة عمل لجنة الوساطة والحوار يعني تم دعوتنا للقاء رئيس الهيئة وعضاء الهيئة لبينا الدعوة لأنه إيمانا مننا أن الحوار هو المالاذ الآمن للخروج بحلول الأزمة التي يعيشها الوطن والبلد كانت لنا رأينا الخاص لأنه كثير من في السابق من منظمات المجتمع المدني كانوا تخندقوا في مسار العهدى الخامسة هناك اتحاد عام طلاب الحر والشفى متعنا لمثلينه كنا ضد العهدى الخامسة وهذا الشيء الذي يجب أن يألمه أن التنظيم الوحيد الذي كان ضد العهدى الخامسة ويتعرضنا لذلك بذلك لمؤامرة لكن تم توضيح هذا الأمر للجنة لكي لا يتم توريحها في مثل هذه الأمور وعدم الإنسياق للإشاعات بعد ذلك تم تطرق إلى رؤية المنظمة للحل الأزمة وذلك أكدنا على ضرورة التعجيل بجلسة الخوار مع مختلف الفاعلين في الحراك ومختلف الأطياف السياسية بالإضافة إلى ضرورة إشراك الشباب الجزائري والطلبة بالعملية السياسية لأنه لا يمكن أن ينجح الخوار والشباب مقصى من العملية السياسية لم يتم إقصائهم من العمل السياسي والعملية السياسية والدليل على ذلك تم استدعائكم قلتم لبيتم الدعوة للجنة الحوار الوساطة الاستدعاء هو شيء إيجابي لكن لما نقول بالعادة إقصائهم الحياة السياسية وإشراكهم حتى داخل لجنة الحوار حتى داخل تنظيم لجنة الحوار ليس فقط للإستماع إليهم بل بالعكس يتم إشراكهم لأنه إذا كان هناك شباب يتحاولون مع شباب الرسالة ستطل أكثر وأقوى لذا حتى في الهيئات لذلك كنا نتمنى أن تكون حتى في لجنة الوطنية الشوار هناك أكثر ريال يكونوا شباب وإذا في أيضا اللجنة الاستشارية التي تم تنصبها لا علينا المهم أن تكون هناك الأدب لذلك عبرنا عن رأينا وكان هناك استماع إيجابي من قبل رئاس اللجنة كما أيضا عبرنا ورفضنا عن الحلول الجاهزة أن لا تكون هناك حلول جاهزة فوقية يتم اعتمادها في هذه اللجنة وهذا ما تقبلته اللجنة وأكدته اللجنة أنها لا تحمل في طياتها خارط الطريق جاهزة وإنما تستمع بكل وجهات ووجهات النظر وكل المبادرات المطروحة في الساحاتية النقطة الثالثة والأكيدة التي أكدنا لها هي ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الليئاتية في أقرب وقت ممكن وذلك بوجود ضمنات تتمثل في إعادة النظر في قانون الانتخابات بالإضافة إلى النقطة الثانية بعد إعادة النظر في قانون الانتخابات ضرورة تشكيل السلطة العلية المستقلة لمراقبة وتنظيم والإشراف عن الانتخابات وهذا ضمن ورقة الطريق وهذا ضمن المراقبة وهذا لا بدأ للجنة أن تأكف وأن تضع أولويتها هذه النقاط سمحيني نقطة أساسية وهي نقطة الأساسية فيما يخص أيضا هو الذهاب إلى عقد ندوة الوطنية الجامعة للحوار بحضور كل شركاء السياسيين والفاعلين في الحراس من أجل الوصول بورقة خارطة طريقة نهائية للذهاب إلى انتخابات رئاسية وأن يلتزم المترشح أي مترشح للانتخابات الرئاسية بتطبيق مخلجات الندوة الوطنية واستزامه بعدم المساس بالثوابط الوطنية من اللغة والدين ووحدة الطلاب طيب ابقى معي فقط صلاح الدين دواج عبر الهاتف سيدة إبراهيم كبوش يعني نقطة مهمة أيضا كنا سنتحطوا عليها واتطلق إليها سيد صلاح الدين هي إشراك الطلبة في العملية السياسية نزيد نوضح له بارك كلام لأخي كريم الجزائر ليست إلا طلبة أكيد نحن نكون واضحين أكيد الجزائر ليست هي عبارة عن طلبة ما همش طلبة وحدة مبارك لي كونه مجتمع الجزائري نحن نقدر نقوله أن التكوين لجنة الحوارة الوساطة لازم تكون ممكن هناك من يتسأل يقول لكم عنها ما كانوش لجنة الحوارة الوساطة هم كأعضاء لجنة الوساطة عندهم مرحلة ويروحوا لكن نحن كشباب نحن نريد أن نزرع بذرة سياستنا في الدولة الجزائرية نقعد نمارس السياسة لكن يجب أن يكون شباب وطلبة وعين وطلبة وعين وربما هناك أنا لما كنت في الخارج درك في لجنة الوساطة يقولوا بني جاو جماعة ما عندهم شو سحبوا منهم الترخيص من مثلوا حتى جيها قالوا بنا نمثل اتحاد طلابي حر أنا نمثل كذا وكذا لكن نحن نجزل مجتمع الجزائي لازم نرتقي بكثير إلى أسلوب الحوار إلى أسلوب أن نوصل الرسالة وأن نحاول أن نحق أهدافنا بطرق حضارية حتى الرسالة التي تم توجيهها اليوم شفنا بعض الطلبة اقتحموا المقر الهيئة يعني الهيئة بدرتهم أنهم استقبلتهم وقالت لهم نعم تفضلوا نعم نستمعوا المبادرة ليس بطريقها مدية شوف أنا كنت من بين المعارضين لهذه الأيئة أقولها بصر العبارة ولكن بعد الاتصالات وبعد ما تحاورت وبعد ما وتحاورنا في العالم يعني ما كانش نحن نكون واضحين جزائر اليوم لازم نعيله من المطالب الفئوية ولازم نتحده ولازم نشمله ولازم نحقه وما خرج الجزائر نقعد ونحن اليوم هذه طلبة رافض هذه مشموعة طلبة قابلين نحن الطلبة قبل نكون واضحين ووضح العبارة نحن طلبة قبل كيكونوا والانتحاد تاحهم قبل الحراك صارت زوبعة في الحرام في تنظيم تاحهم في الحرام الجامعي وقال لك هذبي متلوا ناش وهم كذا واختفوا نحن اليوم نحاولوا بطرق حضارية أن نوصلوا الرسالة نتاعنا وراح تكون يعني رسالة مسموعة وراح تكون عندنا تمركز واضح ومليح باش نكونوا واضحين نحن نخرج من أجل وطن عندنا حد هدف أخر ولكن باش نحاولوا أن نعرقلوا المسار اللي احنا في وضع جامي يسمحش أن نزيد المدى شوف أنا الحمد لله يعني اقترحت فكرة لما كنت في الحوار قلت لهم يا جماعة الخير نحن الحوار هذا كل يوم يقولوا اسمنادي اسمنادي وستاذ بالحمر تسمعلي وستاذ فلان تسمعلي قالي نعم تفضل لأخ الكريم قلت لهم في أقرب وقت لازم نبادروا بخطوات جادة يلا نحن لازم لنا نعيطوا لننخبذ نعيطوا لنشطة في الحراك نحن نحن الحراك مهمش موثلين الحراك نزيد نعاون نكررها الحراك يمثلون أفكارهم فرق بين واحد قاعد يدور عبر الولايات ويزرع في مبادرة وفرق بين واحد قاعد ليكون جمعة يخرج الحراك يدير في الفوضى ما احنا نكونوا عاقلين وباش نوصل للمطالب انتي على منح الحراك اليوم نلزم في الحوار اخويا نكتبوا خارطة الطريق قال احنا اليوم رح نتحاولوا معهم قال هاي مطالبنا مطالبنا رح تكون مطالب شرعية بويسك هذه اللجنة الوساطة رح يلجنا معطرف بها نقدر نقولوا من الداخل ومن خارج نوصلوا نتيجة بلكن نخرجوا احنا في الشارع ونحكموا صنور وندروا نتلفظوا بألفاظ يعني سوقية احنا نطالبا الطالبا يعني انتم مثلونا نخبة المسن المستقبل أعطيك صاح الأخ الكريم مدركة احنا كتقول طالبا ويهينوا يعني لا احنا لازم لا احنا نرتقيوا شوية نرتقيوا شوية في الأسلوب انتاعنا ونرتقيوا شوية في الفكر انتاعنا ولا نبقى في العدمية ونتحاوروا ولا بد من الحوار ولي عنده مخرج آخر غير الحوار يتفضل واخت لك انسمحتي لدقيقة بارك احنا من 22 فيفري الى يومنا هذا واحد ما خرجه وقال ندير حل وهي نتحد ندير حوار نحن كانت نجمع ندير ندوات ندوات عقد الصفراء ندوات كذلك مبادرة شبابية ندقيوا المنتجات وليوم كيصلنا لازم الحل الحل للجزائر هو الحوار اللي جميع يعني اللي قاعدين يتبعوا طلباء أو نشاطاء في الحراك أو إطارات سامية وكذا الحل الوحيد باش نخرجوا الجزائر أيها الشعب الجزائري بدون نوصفه هو الحوار يجبوا نتحدو نتناقشو نسمعه آراءنا ونتافقه فيما يخش التشكيل تعالجنا هذه الاستشارية اللي يكونوها احنا الأخ الكريم قالك لازم نكون احنا كطلباء يا الأخ الكريم الجزائر ليست طلباء لا هو يمثل طلباء يعني يتحدث يتحدث عن الطلباء لازم نتحدث بصفة عامة الأخ الكريم لكن فقط أنا خصصت النقاش أنه كان اجتماع مع الطلباء ومثلية الطلباء لذا يعني تم الاتصال بصلاح الدين دوات ولكن لازم هما طلباء يمثلون اخبط المجتمع ومثلوا طلباء كده لازم في الحوار نتحد يكون حوار يعني منطقي حوار جدا والحمد لله اسمح الهامة دخلوا يعني وكانت هناك عنف كنت حاضر طيب في هذه النقطة فقط سيد صلاح الدين دواج هل أنت معنا عبر الهاتف؟ نعم نعم صلاح الدين فيما يخص هذه النقطة أنتم تمثلون اليوم الطلبة هل طلبة ورقة طريق مقترحات الخروج من الأزمة؟ أولا فقط من أجل التوضيح للآخر كريم الجزائر وككل ليست لا بطلباء ولا بشباب وإنما الجزائر كل متكامل من كل أطياف المجتمع لكن الشيء الذي نتكلم عنه لا نريد أن نفرض أنفسنا أفوا كممثلين عن الطلبة بل نحن طيف معين لنباع لنتاريخ في العمل النقابي الطلاب داخل الجامعات وبالتالي لا أحد يدعي وصايته على هذا الشعب ولا على هذا الحراك النقطة الأولى النقطة الثانية بما يخص الأخت الكريمة لما نتكلمه هو أنه لابد أن نكون الكل يتقبل للأرحل لا يمكن أن نكيل الاتهامات وتخوين بعضنا البعض من أجل أن يتموقع أحد عن الأخر لكن من أجل إنجاح هذا الحوار الاستماع هو شيء أساسي لجنة الحوار الآن تقوم بعملها نريد لها النجاح لأنه لا منص من الحوار كآدات لحل حالة الأزمة التي يعيشها الوطن لكن أيضا من جهة أخرى يا أخي العزيز لا يمكن أن نتهم أيضا لا يمكن أن نتهم الحراكيين الذين يخرجون في يوم الجمعة من أجل التعبير عن أرائهم أنهم فوضويين صحيح هناك بعض الأذناب التي تريد أن تحيد الحراك وأن تلون الحراك بإيديولوجيات وأن تفرق الجزائريين لكن أنا الأوان الآن للجلوس على طاولة الحوار النقطة الأخرى لا يمكن أيضا أن يدعي أي أحد تمزي على الآخر أنني استقبلتك وأنني دقت وعملت معك لكن من جانب آخر نحن نقولها ونعيدها أنه آن الأوان للجامعة أن تؤدي بورحة بعيدا عن الحصيات الحزبية عن الإديولوجيات من أجل تحديد مخرج آبين للأزمة أنا كاتحاد عام طلاب الحوار كمنظمة بهياكلية عبر مختلف الوطن كانت هناك ورشات تعمل وتأدب منذ بداية الحراك على إيجاد حلول لهذه الأزمة وتكلمناها في الثالث لا يمكننا كيف يمكننا أن نطبق المادة السابعة والثامنة بدون الذهاب إلى انتخابات طب ليش عدم الذهاب إلى انتخابات ليش استفعى بالبالس نحو فراغ دستوني يمكن أن يعبر الشعب وفق المادة السبعة والثمانية عن رأيه إلا بالذهاب إلى الصندوق لذا نحن مع الذهاب إلى انتخابات نادية والشبافة بتوفير الظروف المناسمة والملائمة وضمانة النجاية طيب شكر لك صلاح دين دواجي على كل ما قدمت من توضيحات سيد براهيم كبوش فقط نتوقف فقط عند فاصل نشهر ولا نعود عود لكم شهدنا من جديس ما تبقى من هذا الحوار رفقة ضيف إبراهيم كبوش كنا نتحدث على اشراك الطلب في العمل السياسي لغير ذلك اليوم هيئة الوساطة والحوار أعادت وكررت وشددت على أنها لا تمثل السلطة ولا الحراك وإنما هي وسيطة فقط ومعندها ليس لديها ورقة طريق كانت معدة مسبقا وإنما هي ورقة طريق بيضاء يتم يتم ملؤها من خلال مبادرات المقترحات الأرض هي أكيد هي بابش تنجح هذه اللجنة الوساطة هي كما هدرنا مرة السابقة ما عنداش أرضية على طريق الأرضية راح تتكون من خلال لقاءات والاجتماعات ومناقشات السياسية باش نخرجوش على نطاقة الوضع السياسي في البلاد احنا أكيد نحن نعلم بني كين انسداد سياسي حقا يوجد انسداد سياسي في البلاد باش نخرجو من هذه انسداد سياسي وأطرع أيضا على الاقتصاد الوطني أطرع على جميع الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي ولأخيره لكن نحن نضرق الآن هم مهملين لهذه من الجوانب وممركزين على الجنب السياسي ولكن في اللجنة الوساطة والحوار أيضا تطرقنا بالأمس على تلميحها فقط على الجنب الاقتصادي في الحوار أيضا رح يكون هناك مبادرة اقتصادية حيجي خبراء اقتصاديين خبراء اجتماعيين لكن حبيت نوضح للأخبر كذا الرئيس العام التطبيب الحر احنا لسنا ضد الحراك احنا مع الحراك من 22 ففري إلى يومين هذا لكن الحراك يجب أن يخدم الجزائر لذلك احنا نندد بالجميع تصرفات الغير أخلاقية فيما يخص خرجت من بعض اللوبيات اللي اليوم الحوار لازم يكون نقولنا حوار جادي يكون شخصية الحمد لله هذا الآن ما زال ما تعينتش يعني هذه اللجنة اجتشارية هذه اللجنة كل شخص عنده عنده اختصاص متاعه معين وهذه اللجنة جات على ما أظننا كل واحد جاب خارطة الطريق معينة لكن فتح علينا المجال اليوم احنا ايضا عندنا مبادرات عندنا خارطة الطريق عندنا بعض الحلول الراكيز الأساسي لانطلاق الحوار الحوار احنا نكررها ونزل نعودها الحوار هذا اليوم رو ما عندوش خارطة الطريق كما فعلت بعض الأحزاب يعني مبادرات يعني مبادرات انتحة جات واضحة احنا لازم اليوم اذا كانت الشباب الجزائري والإطارات الجزائرية يقولون من أجل الجزائر يجب أن نترك جميع الخصومات على جنب احنا اليوم نجب للحوار عادي مهمناش حتى ولو يوجد في الحوار هناك شخصيات يعني مانبوذة وهناك شخصيات يعني عندها انتظر يعني تم التحدث اليوم فيما خصص خاصة الأحزاب يعني كان هناك حديث حول إقصار أحزاب النظام السابق تم التصريح اليوم من طرف الهيانة إقصار أحزاب ونظام السابق لا يعني استبعاد المناضلين يعني كمناضل حر يعني أهلا وزعلا يعني نشد هذا من بين مطالب الحراك دلالة على أنهم أخذوا بعين اعتبار مطالب الحراك الحراك هناك بعض الأحزاب نحن لا نهضر كما حزب جبه التحليل نهضرها كما حزب جبه التحليل الوطني حزب جبه التحليل الوطني هو حزب كل شعب جزائري نحن نهضر بعض الإطارات التي كانت انتهزت الحزب لأغراض شخصية لكن اليوم باش نقصي لغسيس الإقصاء اليوم باش ينجح الحوار اللي لازم تكون شخص الإقصاء وليتكون عنده نية سليمة ونية نبيلة من أجل مش ليس من أجل التموقع يعني احنا نلاحظ أنا بأعساب المثال هناك يعني جاءوا شباب يعني من خارج الولايات إطارات سامية يعني صدقين يعطوا الخارج تنتاحم والله العظيم قالت لا نريده مناصب ولا نريده تموقع احنا تخذونا هذه الخارج طبعين لأعتبار مأنها من أجل خدمة الجزائر الحوار قلنا عليه وزيد نعودها الأخ الكريمة باش ينجح لازم نحيو جميع الخلافات ونبدأوا صفحة جديدة ونتحدوا جميع أطياف المجتمع مهمني إشانا الانتماءات نتاحم ولا ونخرجوا بخارطة الطريق نخرجوا بندوة وطنية شاملة ندوة هذه وطنية شاملة راح تكون هناك بنود راح تكون هناك وأبرز شيء هو تاريخ إجراء الانتخابات وأيضا تشكيلة الهيئة نحن نسارع ونتمنى تحديد الوقت في أقرب وقت ممكن الانتخابات رئاسية نازيه وشفافة باش الرئيس الجديد إن شاء الله راح يباشر العمل فيما يخص بعض المطالب اللي قاعد تعالي قطع الحراك لأنها لا تستطيع أي جهة أنها تقوم ببشر بها ليس من صلاحيتها وتشكيل اللجنة العليا للإشراف والمتابعة والتنظيم وإعلان نتائج باش نشكل لجنة هذه لازم يكونوا نسنزها ورح يكونوا إن شاء الله خلال الندوة الوطنية هذه نعم وحتى الندوة الوطنية الحوار ستكون كما تم تصريح لها قبل نهاية السنة حتى أن الهيئة ستعمل على صياغة ميثاق شرف يوقع عليه كل المترشحين لرئاسيات هي حسب ما تصلنا حتى في جميع القرارات من تحت الندوة الوطنية رح تكون عن طريقة المصادقة وهذا شيء جميل الحمد لله رح نكونوا شباب أغلبية قوة صاحقة في هذه الندوة الوطنية يعني تصويت يعني ما هو رح يفرض عليك يقول لك صوت لي على هذه الوثيقة الشرفية في الخلوع القوانين ولا البنود للموضوع لا حين اليوم رح نكونوا شاء الله بقوة ورح نتحاوروا من أجل جزائر ونقدموا خارطة الطريق ونخرجوا بنتائج يعني نزيهة وشفافة ويعني رح ن باش نخرجوا من هذه الأزمة وعيدوها وكررها لما فر من الحوار ولي عنده حاجة أخرى يقدر يخرج بها الجزائر يتفضل الميشارعه قدامه والقنوات هي قدامه يعطينا الخارطة وشعب يقبل ولا يرفض الأخ الكريمة برك فيما يخص النقد اللي توجهت احنا ماهيش ماهيش رح تلقى قبول جامع مكانش حتى قوانين في بعض الأحيان قوانين تخرج يعني النبي ومع دراك نبي الأمة يعني وملقاش في المبايع ملقاش قبول جامع احنا اليوم نحاولوا بشت طرق ان نتقربوا لهذه اللجنة ونمدوا خارطة نتعنا ونتناقشوا وان شاء الله نخرجوا بيحولون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله إبراهيم كبوش ان شاء الله في أقرب الأجال يتم تحديد تاريخ الانتخابات ويكوننا رئيس شرعي ان شاء الله شكرا لك